اختتمت الجولة التاسعة لمشاورات الاسرى والمعتقلين بين الحكومة وميليشيات الحوثية الارهابية التي عقدت في العاصمة العمانية تمسقط استمرت سبعة ايام وقال وكيل وزارة حقوق الانسان المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي ماجد فضايل ان المشاورات حققت بعض الاختراقات في ملف المختطفين والمخفيين قسرا على ان تعقد جولة تكملية قادمة خلال شهرين يسبقها تبادل كشوفات المحتجزين والمختطفين والتقارب حولها برعاية مكتب المبعوث الاممي الى اليمن وكذا فضايل ان ميليشيات الحوثية الارهابية عملت على افشال اي تبادل في هذه الجولة كونها لا تقيم اي وزن للأسرى وعائلاتهم وثمن فضاء الجهود الاشقاء في سلطانة عمان ودورهم في تسهيل انعقاد هذه الجولة وكذا مكتب المبعوث الاممي واللجنة الدولية للصليب الاحمر على رعايتهم المقدرة للمشاورات